مع رياح بلغت سرعتها 120 كم في الساعة تحولت العاصفة الاستوائية لورا إلى إعصار في خليج المكسيك يهدد الساحل الأمريكي بحسب المركز الوطني الأمريكي لرصد الأعاصر وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تشتد قوة العاصفة لورا مع اقترابها من الساحل الجنوبي الغربي لولاية الويزيانا وجزء من تكساس كما حذر المركز الوطني لرصد الأعاصر من فيضانات مفاجئة في مناطق من تكساس والويزيانا وقد أدت العاصفة إلى هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات في هايتي وجمهورية الدومينيكان حيث لقي ما لا يقل عن 24 شخصا مسرعهم وفي كوبا تسببت في أدرار مادية دون تسجيل أي وفيات